بدأنا من النهاردة العد التنازلي لمباراة الحسم إن شاء الله تكون هذه المباراة تتويج للنادي الأهلي بإذن الله البطولة الإفريقية الحداشر في تاريخ النادي الأهلي كلنا ثقة في لعبة النادي الأهلي كلنا ثقة في الجهاز الفني كلنا ثقة في إدارة النادي الأهلي مارسيل كولر مجموعة اللاعبين الحياة كلهم كلنا ثقة في روح الفانيلا الحمرى دايما وحنفضل معاك يا أهلي إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا ونتوب زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم بارح ما علينا إلا المسندة والدعم المسندة والدعم الأهلي يقدر نعم عندنا أفضل فريق في إفريقيا من وجهة نظري عندنا أفضل فريق في إفريقيا أفضل فريق في إفريقيا بدون كلام من الناحية الفنية من الناحية التكتيكية من الناحية النفسية العصبية كل حاجة النادي الأهلي الأفضل في كل شيء إحنا تعودنا داخل النادي الأهلي على هذه الأمور مسافرين المغرب متفوقين ووثقين في ربنا وفي إمكانياتنا سواء الفنية أو غيره وثقين في رجولة لعبة النادي الأهلي وثقين في الإجراءات اللي بيتم اتخذها من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي علشان نفوذ بهذه البطولة وتدخل إلى دولاب النادي الأهلي البطولة رقم 11 عايز أقول لحضراتكم أن مثل هذه البطولات بتكسب ربنا بيكرمنا وبنكسب ليه النادي الأهلي دايما بيكسب هذه البطولات خلال الفترة الأخيرة أو طول عمره لأن النادي الأهلي بيشتغل على التفاصيل النادي الأهلي بيشوف الأخطاء اللي حصلت قبل كده وبيصححها النادي الأهلي بيرى الأمور من منظور مختلف ومن شكل مختلف سيد دولي الكلام اللي أنا بقوله ده والله أقسم بالله ما هو تطبيل هذه هي الحقيقة عندنا أخطاء حصلت في سنين سابقة بيتم تداركها في السنة اللي بعدها واللي بعدها وهكذا عشان كده النادي الأهلي دائما متفوق عشان كده النادي الأهلي دائما متفوق وعشان كده يظل دائما النادي الأهلي